أولاً قائمة الدخل Income Statement بالنسبة لمفهوم قائمة الدخل فهي قائمة تتضمن عناصر الإيرادات والمصرفات خلال فترة زمنية معينة بحيث تساعد في تحديد صافي نتيجة نشاط الوحدة الاقتصادية وهذه النتيجة قد تكون ربح أو خسارة الربح في حالة أن الإيرادات تكون أكبر من المصرفات والعكس في حالة الخسارة بناء على ذلك فإن هذه القائمة تستخدم لتطبيق مبدأ في المحاسبة اسمه مبدأ المقابلة Matching والذي يعني أنه يتم مقابلة إيرادات فترة معينة بالمصرفات التي سهمت في تحقيق تلك الإيرادات وتتم هذه المقابلة من خلال إعداد قائمة الدخل هذه المقابلة قد تتم من خلال إعداد قائمة تتضمن جانبين جانب أحدهما للإيرادات والجانب الآخر للمصرفات وقد يتم ذلك من خلال عرض الإيرادات أولا ثم خصم المصرفات منها ثانيا وكلا الشكلين يمثلان الأشكال المتاحة لإعداد قائمة الدخل فهي يمكن إعدادها طبقا لشكلين ولبيان ذلك نستخدم ميزان المراجعة المستخرج من منشأة العلي وهي منشأة خدمية وهذا الميزان مستخرج في تاريخ 1422 هجرية ويظهر هذا الميزان على النحو التالي لدينا أرصد مدينة ودئنة واسم الحساب لدينا مجموعة من عناصر تمثل مصرفات وهي الزيوت والمحروقات والرواتب ومصرف المواد والمهمات والإيجار والمصرفات العمومية والإدارية لدينا بعد ذلك إيراد صيانة وإيراد استثمار نلاحظ أن المصرفات ذات أرصدها مدينة بينما أن الإيرادات ذات أرصدها دائنة بعد ذلك لدينا مجموعة من عناصر الأصول مثل النقدية والمدينون والمواد والمهمات والمصرفات المدفوعة مقدما والأراضي والمباني والسيارات والأثاس وشهرة المحل وكلها ذات أرصدها مدينة لأنها أصول لدينا مجموعة من الخصوم دائنون ومصرفات مستحقة وإيرادات محصلة مقدما وقرض طويل الأجل ولدينا بعد ذلك رأس المال وطبعا الخصوم وحقوق الملكية ذات طبيعة دائنة مجموعة الجانبين مليون 64 ألف الجانبين متساوين المجموعة الأولى من الحسابات تمثل حسابات المصرفات والمجموعة الثانية من الحسابات تمثل حسابات الإيرادات لدينا بعد ذلك مجموعة حسابات الأصول ثم مجموعة حسابات الخصوم ثم في النهاية رأس المال يمثل حقوق الملكية لإعداد قائمة الدخل فسوف يتم استخدام عناصر المصرفات والإيرادات وهناك شكلين لإعداد قائمة الدخل الشكل الأول هو شكل الحساب ذو الجانبين حيث يخصص الجانب المدين أو الأيمن منه للمصرفات Expenses والجانب الدائن أو الأيصر منه للإيرادات Revenue والفرق بينهما يمثل نتيجة العمليات سواء كانت ربح أو خسارة يعني باختصار هذا هو شكل الحساب نكتب في وسط الصفحة قائمة الدخل وفي الجانب الأيمن هو الجانب المدين والذي نكتب عليه كلمة منه تظهر المصرفات ثم في الجانب الأيصر وهو الجانب الدائن والذي نكتب عليه كلمة له تظهر الإيرادات وكلما كانت الإيرادات أكبر فإن النتيجة تكون ربح ويظهر في جانب المصرفات ويعني أن الإرادات أكبر من المصرفات ويمكن أن يحدث العكس وأن تكون المصرفات أكبر من الإرادات وبالتالي سوف يكون هناك صافي خسارة تظهر في جانب الإرادات بما يعني أن المصرفات كانت أكبر من الإرادات وبالاعتماد على البيانات الوردة في ميزان المراجعة لمنشأة العلي نكتب أولا اسم المنشأة وهو منشأة العلي ثم اسم القائمة وهي قائمة الداخل لو لابد من كتابة أنها عن فترة معينة لأن القائمة تعد عن فترة معينة عادة هذه الفترة تكون سنة ابتداء من يوم واحد واحد وانتهاء بآخر يوم في السنة وهو يوم 3012 لدينا في الجانب الأيمن أو الجانب المدين المصروفات ولدينا في الجانب الدائن أو الجانب الأيصر الإيرادات نقوم بتقسيم الصفحة إلى جانبين هذا هو شكل حرف T نعمل عمودين في كل جانب للأرقام ثم نبدأ بكتابة الإيرادات والمصروفات إذا بدأنا بالإيرادات هنجد إيراد صيانة وإصلاح مجموعة 440 وإيراد استثمار مجموعة 30 نجد في الجانب الآخر زيوت ومحروقات بخمسين مصروف رواتب وأجور 180 مصروف مواد ومهمات 66 مصروف إيجار 72 مصروفات عمومية وإدارية 56 إذا قمنا بتجميع جانب الإيرادات سنجد أنها 470 ألف وإذا قمنا بتجميع جانب المصروفات سنجد أنها 424 ألف إذن الجانب الأكبر هو 470 نكتبه في الجانبين مثل الترصيد العادي الذي سبق إضاحه في دفتر الأستاذ نكتب الـ 470 في الجانبين فوق منها خط وتحت منها خطين ثم نطرح الرقم الأصغر من الرقم الأكبر ستكون النتيجة 46 ألف تعني زيادة في الإيرادات عن المصروفات وزيادة الإيرادات عن المصروفات تمثل الربح ونكتبه صافي الربح ومعناه أن الإيرادات كانت أكبر من المصروفات نزيد إضاحا ونقول أنه قد يحدث العكس وأن تكون المصروفات أكبر من الإيرادات وفي هذه الحالة فإن نتيجة تكون صافي خسارة وتحدث عندما تكون المصروفات أكبر من الإيرادات وطبعا يستحيل حدوث الحالتين معا هو إما ربح وإما خسارة في الحالة اللي معنا في منشأة العالي حققت هذه المنشأة صافي ربح مقداره 46 ألف نتيجة زيادة الإيرادات عن المصروفات هذا بالنسبة لشكل الحساب والذي يأخذ شكل حرف T إذا انتقلنا إلى الشكل الثاني نجد أنه يقوم بعملية بسيطة خالص أنه يقوم بعرض الإيرادات كلها أولا ثم يعرض مجموعها ثم يعرض كل المصروفات ثانيا مخصومة من الإيرادات ثم يعرض مجموعها وهو 424 وفي النهاية الفرق بين الرقمين يمثل صافي الربح هذا هو الشكل الثاني والذي يأخذ شكل التقرير حيث تعرض الإيرادات أولا ثم تطرح منها بنود المصروفات وذلك للوصول إلى صافي النتيجة التي قد تكون ربح أو خسارة الشكل الثاني هذا هو شكل التقرير هو الشكل الأكثر استخداما بل وهو الشكل الذي تلتزم الشركات قانونا بالإفصاح عن قائمة الداخل في شكل التقرير إذن نكتب اسم المنشأة كما كتبناها في الحالة الأولى ونكتب اسم القائمة قائمة الداخل عن السنة المالية أيضا المنتهية في 3012-22 عملنا قائمة فيها خانة للبيان ولدينا عمودين للأرقام عمود فرعي وعمود إجمالي نكتب البيانات في خانة البيان نبدأ بالإيرادات وهي إيراد الصيانة وإيراد الاستثمار مجموعهم كان 470 ألف ثم نبدأ بطرح أو خصم المصروفات هنجد أنها زيوت ومحروقات وكذلك مصروف رواتب وأجور ومصروف مواد ومهمات ومصروف إيجار وفي النهاية مصروفات عمومية وإدارية نجمع إجمال المصروفات نجد أنها 424 نلاحظ أن التفاصيل كتبت في الخانة أو العمود الفرعي ثم الإجمالي نقل في العمود الإجمالي لدينا الآن رقمين في العمود الإجمالي عمود أو رقم إجمال الإيرادات ورقم إجمالي المصروفات نقوم بطرح أو خصم المصروفات أو إجمال المصروفات من إجمال الإيرادات هتكون النتيجة عندنا فرق مقداره 46 ألف يمثل ربح ونتج هذا الربح نتيجة زيادة الإيرادات عن المصرفات نؤكد مرة ثانية على أن قائمة الدخل بهذا الشكل وهو شكل التقرير هو الشكل الأكثر استخداما وكذلك هو الشكل الإلزامي الذي تلتزم الشركات باتباعه عند نشر القوائم المالية الخاصة بها في نهاية كل فترة مالية معينة